بدأت من دقائق وزميلنا محمد توفيق موجود جهو النادي الأهلي تابع يمكن يطمننا على أخبار النادي الأهلي والسعدادات واللي معاجدة الإسماعيلي واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية حتى وإن كان الإسماعيلي يمكن بيعاني معاناة شديدة جدا حقيقة وأنا عكس ناس كتير أنا ما أتمناش أبدا أن الإسماعيلي ينزل يعني أتمنى أن الإسماعيلي يستمر في الدوري وبدل ما الجماهير تبقى بتحتفل بس لبقاءه في البطولة يرجع مرة تانية وينافس الكبار على البطولة جدي طعم ولون مختلفة أكيد طبعا نروح لمحمد توفيق في نادي الأهلي يا محمد مساء الخير مساء الخير زميل عزيزي أحمد السمير تحياتي لك وكل مشاهد قناتنا داعلي وضيفك كريم بالطبع كابتن أحمد عبد الفتاح سألن بيك يا محمد بعد مباراة فيوتشر عرفنا أن مستر مارسل كولر استعدادا لمباراة الإسماعيلي إن شاء الله ستكون يوم الأربع قرر أنه يتابع التدريبات وعارف أنك إنت ممكن حضارة الجزء الأول منها تطمن على تدريبات النادي الأهلي والسعداده لمواجهة الإسماعيلي بالطبع يا أحمد زي ما أنت عارف وكل الناس عارف أكيد بمتابعة جدول الدور العام ما فيش وقت للراحة خلاص بتتكلم في شهر سبعة جدول مضغوط جدا لنادي الأهلي بتتكلم تقريبا في تسع مباريات خلال أقل من شهر يعني حمل كبير جدا فطبعا ما فيش وقت إن الجهاز يراح من برح على طول عقم المباراة على طول كلم الجهاز الفني مع اللاعبين إن مباراة أمس انتهت طبعا حزن كبير جدا ما بين صفوف الجهاز الفني واللاعبين على التعادل الفري ممكن تسع مباراة متالية في الدور العام فوز مبتالي آخر التعادل كان في شهر اثنين اللي فات أمام الداخلية كان طموح كبير طبعا إنك تكمل كمان سلسلة انتصاراتك مش بس تفوز بالدور العام وتقرب خطوة كمان ولكن تحافظ على سجلك من الانتصارات المتتالية أعطاك الداخلية بتسعى لتكل جميل النادي في كل مكان ولكن كده الله مشاء فعلي يعني التوفيق غاب عن الفري بشكل كبير مبارح إن شاء الله التوفيق ارجع له تاني خلال المباراة القادمة وأولها زي ما تقول تحمل مباراة مهمة أمام النادي الإسماعيلي برغم كل ظروفه ولكن طبقى مباراة من أهم مباراة القرى المصرية بالطبع يمكن الجهاز الفني بدأ النهاردة ساعة خمسة ونص كت المحاضرة الفنية محاضرة بالفيديو في غرفة المحاضرات طبعا خلاص الفري زي ما قلت لك أفل صفحة فيوتشر بقى الكلام خلاص دلوقتي إنك بتتفرج على نقاط القوة والضعف الفري النادي الإسماعيلي وبتدرسه بشكل كويس بتبدأ التحفظ اللاعبين أدوار وبتبدأ تطبق ده بقى خلاص إن كان ده في غرفة المحاضرات فبتبدأ تطبق دوت فعليا على أرض الملعب التدريب ابتدى فيه تمام الساعة الثالثة يمكن كان فيه محاضرة نظرية كمان في أرض الملعب كان فيها الجهاز الفني عن أهمية مباراة الإسماعيلي وعدم الاستهانة بأي منافس أين كان موقعه في الجدول إحنا بنلاعب فريق كبير هدفنا هو حظ الصلاة النقاط أين كان المنافس وهدفنا الأكبر طبعا هو وصول لدرق البطولة وعادتها مرة أخرى لما كانت طبيعي في الجزيرة وفرحة كل جماعينا دي أهلي بالدرق الثلاثة واربعين بإذن الله رب العالمين بعد كده يمكن ابتدى أحمل التدريب على طول يمكن المجموعة اللي موجودة في التدريبات في الملعب هي فقط المجموعة اللي ما شاركتش بشكل كامل في مباراة الأمس يعني اللعب على نزل بودلاء أو ما شاركوش خالص في مباراة الأمس هما اللي موجودين في الملعب بقيت المجموعة اللي لابت بشكل أساسي مبالح كلها فضل الجهاز الفني والطب إن هما يكونوا في الجيم بيخدوا تدريبات استشفائية طبعا شايف بتتكلم في كل 72 ساعة مباراة عندك سفر كمان بكرة ومن بعده مباراة وبعدها على طول من 48 ساعة مباراة تانية مع الاتحاد السكندري يمكن الجهاز الفني فضل إراحتهم من النهاردة واخدهم بس تدريبات استشفائية حالا وأنا معاه دلوقتي يمكن بيجرى بعض التدريبات الفنية في الملعب بكرة ومن بعدها إن شاء الله تبقى التأسيمة ويختتم المرام بإذن الله يمكن بكرة إن شاء الله اللعبين هتجمعوا أيضا الساعة الرابعة عصرا ومن بعدها التدريب يمكن يكون بدر شوية ساعة خمسة ومن بعدها إن شاء الله إعلان قائمة المباراة والسفر لمحافظة الإسكندرية لدخول مغلق في معسكر مغلق بمدينة برج العرب المؤسكر يحمد في الغالب وليس بس المباراة الإسماعيلي ولكن كمان هيبقى المباراة للاتحاد هتتكلم أن الإسماعيلي يوم 4 ساعة 8 ونص الاتحاد يوم السبت بعدها 48 ساعة ساعة 7 مساء فأعتقد إن الجهاز الفني الاتجاه العام وده اللي هيعلن بعد المرام بإذن الله إنه يبقى الإقامة في برج العرب بإذن الله اللي ما بعد ورات الاتحاد 6 نقاط مؤمن أحمد بإذن الله نرجع من الإسكندرية وحصدين 6 نقاط كاملة وبإذن الله يبقى مطبقنا نقطة واحدة على لقب الدول العام بإذن الله حابب كمان أطمنك على لعبين المصابين يمكن محمود متولي بيواصل برنامج التأهيل والعلاجي عامر السلية النهاردة يمكن شفناه بيجري حوالين الملعب ومكمل في برنامجه العلاجي كمان أكرم توفيق وكريم فؤاد موجودين مع الجهاز الطبي بيجروا بعد التدريبات الانستشفائية في الملعب ويبقوا وصلوا بالنجوة والانستشفائية والعلاجي وبإذن الله يكونوا قريبا جدا في صفوف فريق النادي الأهلي كل أجواء هنا أكثر من رائعة بإذن الله البطولة قريبة جدا وبإذن الله صلاة خطوات على البطولة يا أحمد وبإذن الله نحتفل كلنا باللقم 43 ويبقى دائما النادي الأهلي في المقدمة بإذن الله رب العالمين إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا زي مننا العزيز محمد توفيق من داخل النادي الأهلي دي كانت لقطات من تمرين الفريق النهاردة في ملعب مقترد تيتش استعدادة لموقعات الإسماعيلي ومن بعدها الاتحاد الاثنين يمكن فرق زمني بينهم يمكن اثنين وسبعين ساعة والاثنين هيكونوا معسكر واحد ويعني إن شاء الله بإذن الله ست نقاط زي ما قال محمد يقربونا من البطولة شايف المنافسة يعني أنا بشوفها من وجهة نظري إن المنافسة كانت ضعيفة جدا السنة دي في البطولة وإن الأهلي حتى رغم غيابه الفترة طويلة نتيجة مشاركاته في كاس العالم ونتيجة مشواره في دولي الأبطال النهال حمد لله بالتتويج ورغم بعده الفترة طويلة كانه كان متصدر المشهد ليه شايف المنافسة أو أقرب منافسي ما كانش عندهم نفس طويل أو قدرة على إن هما ينفسوا لأهلي لأخر المشوار بص أولاً لانطلق بيئة الدوري بيئة الدوري أنت تتت كويس هو ده اللي فارغ معك نتاج